اشتركوا في القناة مصر دولة شبة مصر دولة غنية بالموارد البشرية الشبة ويمكن لاحظنا في السنوات الاخيرة مدى اهتمام ودعم ورعاية القيادة السياسية نحو الشباب وتمكنهم مش بس في الحياة السياسية لا في الحياة الاقتصادية وفي الجهاز الاداري للدول ومعانا اكتر من تجربة حية على ارض الواقع بتؤكد الكلام ده عندنا مؤتمر الشباب الوطني عندنا تنصقية شباب الاحزاب والسياسيين اللي افرزت العديد من القيادات الشبة اللي اثبتت نجاحها على كافة الاصعيدة والمستويات عندنا منتدى شباب العالم ويمكن في برلمان 2021 تم تمثيل النياب للشباب بشكل واسع وقوي في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ برلمان مصر وده بيؤكد مدى اهتمام وحرص الدولة نحو تمكين الشباب سياسيا ومنورنا النهاردة في الاستيديو الاستاذ عمر الدمراني اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك كفان ديما يمكن حضرتك كنموذج شاب انا شفت من السيرة الزاتية لحضرتك ما شاء الله يعني يقدي ايه نشاطك الحزبي والسياسي فتعتبر نموذج ناجح خاصة من ابناء اهل الصعيد اللي كان بيعتبر فترة كبيرة جدا مهمش فياريت حضرتك يعني تقول لنا نشاطك الحزبي قطيادي وشاء والله حضرتك انا اول بس هديكي كده نبزة مختصرة تمام اه عن عمر تمام اه الاسم عمر احمد دمراني من محافظة انا مركز ابو تيشت حصلت على سنوية العامة في 2001-2002 التحقت بكلية التجارة اه الحمد لله رب العالمين كنت خائد فريق الجوالة في الكلية في 2005 ربنا اكرمني يكون تأمين التحق طلاب الكلية في 2006 وقائد فريق الجوالة برضو الحمد لله رب العالمين رشيحتي انا اروح معه ده اعداد القادة بحلوان وده المعهد بياخد القيادات الشابة قابلينا فيه بلاء حسن الحمد لله رب العالمين اسسنا اسرة جمعية اسمها الجيل الزهبي بعد ما خلصت الدراسة الجمعية في 2006 بدأت اللي انا النشاط الطلابي انقله يبقى عمل ميداني عندي في المجتمع قريتي مركزي افيد بي ناسي افيد بي اصحابي افيد الناس الموجودة معنا بدأنا احنا كده نشتغل في العمل الميداني والعمل التطوعي والحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا كتير في المجال ده وحققنا يعني انجاز حلو خالص انا يمكن شوف تقابلي الهواء صور حضرتك في المشاركات المجتمعية وفي نشاطك التطوعي فممكن نشوف كده اول صور لنشاط حضرتك اه هو احنا مثلا عملنا كتير مبادرات يعني انا شايفة هنا صورة حضرتك اه السيد وزير التنمية المحلية الوقع عدل لبيب ودي التعديلات الدستورية تمام زيارة مجلس النواب اه هنا في حضرتك في مجلس النواب اه في مجلس النواب دي زيارة مجلس النواب حضرتك اه هنا بعنا يعني يا جماعة اه في الاعداد نقف على الصورة دي انا شايفة هنا يعني احنا فعلا محتاجين في قطاع الصعيد يعني يكون فيه الجهد التنموي دوت والتطوع فيريد حضرتك تقول لنا قصة الصورة دي الصورة دي حضرتك كنا احنا عاملين كده برتوكول تعاون مع حزب ومستقبل وطن احنا نعمل حملة تمام لمحو الأمية وتعليم الكبار طب يريد بقى تتكلم لنا بالتفصيل ودور حضرتك كشاب في المبادرات زي ما انت شايفة حضرتك من الصورة ان احنا كده كنا عاملين الحملة الحملة كنا بنشوف تمام كبار السن الناس اللي هي كان عندها محو الأمية عايزين ندخلها فصولة قوية ودي كانت اللي انت شايفها حضرتك قدامك ده كان يعني بنعد للامتحان اللي فصول محو الأمية وربنا وفقنا الحمد لله رب العالمين وقدرنا ناخد مثلا عدد كبير ونخدم أهلنا كتير في موضوع محو الأمية دي مبادر من المبادرات اللي احنا نظرناها مع بروتكول تعاون مع حزم مستقبل وطن طيب حضرتك انت شايف الصعيد دلوقتي مختلف عن صعيد الزمان اه طبعا بالفعل كلين وجزريا حضرتك الحمد لله رب العالمين بعد اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصعيد شايفين طفرة تنموية كبيرة جدا 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 من ناحية الصعيد والاهتمام بالصعيد والبنية التحتية اللي موجودة في الصعيد حضرتك اه يعني انا عاوز اتكلم فعلا في ظل القيادة السياسية الحالية دلوقتي انا شايفة فيه اهتمام كبير جدا بالصعيد يمكن مبادرة تطوير الريف المصري والصعيد المصري نقلة الصعيد لحاجة تانية طبعا حضرتك ابن الصعيد فيريد تكلمنينا بالاستفادة عن الموضوع حضرتك مبادرة تنمية الريف المصري ومبادرة حياة كريمة انا بوصفها انها المبادرة دي مبادرة حلم المواطن المصري الصعيد البسيط تمام ليه لان المبادرة دي بتوفر لي كل احتياجاتي انا محتاج مياه شرب انا محتاج صرف صحي أنا محتاج وحدات شؤون أنا محتاج مركز شباب أنا محتاج البنية التحتية اللي عندي يحصل لها تحدث شوية تواكب العصر ده كله حضرتك المبادرة كله لخصته النهاردة احنا بننزل للبلد بنعمل شك على البلد كلها كده بنشوف ايه اللي ناقص ايه اللي موجود ايه اللي عايز يتحدث ايه اللي عايز يتطور تمام وبنمشي حضرتك مع كل الإجراءات دي وبنشوف كل اللي مطلوب فيه وبنعمله واحدة واحدة كده أنا شايفاها مكتوب حملة دعم الأستاذ عمر دمران يا ريد حضرتك تكلم لنا على الصورة دي بالاستفادة حضرتك الصورة دي كانت في 2015-2016 دي كان مجموعة من شباب البلد والبلاد المجاورة حضرتك دي كانت حملة تأييد يما كان فيه المفروض انتخابات محليات تنعقد في الفترة دي تمام بس هو حضرتك حضرتك ما تنازل فيها اه انتخابات محليات المحافظة بس حضرتك طبعا تعرفي ان قانون المحليات لسه تمام ما تأكدش تمام فحضرتك يعني الشباب أصر ان هو يمسك الحملة وهو اللي ينزل للناس في الشارع وكان بينزل ويعرفهم بيا ويعرفهم بالحملة وبحملة المحليات للشباب وايه دور الشباب واحنا عايزين ليه الشباب وبيغنحهم تمام ان احنا نكون على أرض الواقع ان النهاردة دورنا واحنا النهاردة عايزين ناخد دورنا كويس وسطكم واحنا هنعرف بقى نقدم لكم خدمات حلوة كده خدمات ملموسة كإنسان شاب حركته كتيرة تمام بعلاقاته باجتماعياته والكلام ده كله والحمد لله رب العالمين يعني ربنا وفقنا ان احنا يعني معظم شباب البلد اللي حولينا يكون معنا في الحملة دي برضه اه انا شافة من كلام حضرتك ما شاء الله بتتكلم عن المحليات بشكل كويس جدا لو كل حد في المحليات تتكلم بنفس الثقة وبنفس الشطارة وبنفس الخبرة اللي حضرتك بتتكلم فيها يمكن المحليات كتنقلة مصر العالم تاني خالص انت عارف ان مشكلة مصر في المحليات ومدى الفساد اللي بحصل فيها اكيد افندي لكن حضرتك كقيادي في المحليات وكشاب ببارس في المحليات انا شافة فيه امل جديد بينبوه تاني في مصر فيريد حضرتك تكلمين على المحليات خاصة انت قلتلي جملة حلوة قوي ان من المحليات بانطالك منها قبل مجلس النوار بالفعل يا فندي انا بحس كده او اللي انا شايف ان المحليات بقى هي الركيزة الاساسية للشغل بتاعنا المحليات النهاردة حضرتك من مياه شرب من صرف صحي من اعمدة انارة من اي حاجة تتعلق بالبنية التحتية هي بقى حلقة الوصل بينك وبين المواطن البسيط اللي انا ممكن البيله كل احتياجاته وبعد كده افضل يعني بعد ما لبي كل احتياجاته وخلص البنية التحتية واسسها في مكان كويس في ديريتي كويس ابدأ انطلق تماما امارس دوري التشريعي الرقابي في مجلس النواب لان دور مجلس النواب تمام دوره الاساسي التشريعي رقابي صح اما حضرتك دور المحليات هي بقى ايه هي اللي في المطحنة بقى مع الشعب تمام مواصير مياه اسلكة هربائية محولات مدارس الكلام ده كله فانا حضرتك يعني حاطط في دماغي تمام وفي مستقبلي دايما لبركز عليه ان النواب الاساسية بتاعتنا حضرتك البداية من المحليات وان شاء الله رب العالمين احنا مكسفين كل ما جودنا في خدمة اهلينا في المحليات اللي بنقدر عليه حضرتك تمام يعني ان شاء الله كده من المحليات هنقدر نقول ان انت بتخطط لحلم تاني للحياة النيابية يعني لموضوع الحياة النيابية دي ما بيجيش مرة واحدة لده بتيجي من مخلطة الناس ومن معرفة مشاكلهم وقضياتهم طيب بالنسبة لمبادرة حياة كريمة انا شايفة برضو نشاط حضرتك لمبادرة حياة كريمة شايفة فيه جهد ملموس جدا ممكن حضرتك تكلمنا انا هتتكلم عن مبادرة اهو قبل ما انا هتكلم في مبادرة حياة كريمة انا من مكاني هنا بوجه الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيد اللواء الوزير محمود شعراوي والسيد اللواء الوزير قشرف الدوودي محافظ الاقليم ومنساش بالذكر الأستاذ محمد المغربي رئيس مجلس محلي قراء وأبو شوشة الناس دي كلها يعني الحمد لله رب العالمين من خلالنا قدرت تفرح المواطن المصري البسيط حضرتك لأن أنا زي ما وضحت لك أن مبادرة حقيقة كريمة أنا بوصفها هي حلم هي حلم حضرتك أنت لو شفتي منظر البيوت اللي هيتعاد تأهلها منظر الشوارع تماميا ما تتوضب الصرف الصحي حلم الصرف الصحي في القرى الكهرباء اللي بيزيد الجهد عندي في الصيف عن 140 المياه يما تتقطع تمام شبكة مياه جديدة المدارس يما تتطور القرى اللي هتدخل لها مكاتب بريد ووحدات شؤون اجتماعية ومراكز الشباب وبالأخص مراكز الشباب أنا عايز حضرتك أنا بوجه رسالتي دلوقتي أن مراكز الشباب يريد يكون فيها دور توعوي بخصاص انتشار المخضرات أنا فيه اتصال هاتفي من ممكن آه تمام يشارك معنا في الحلقة اتفضل ألو ألو أيوة ممكن نكلم أستاذ عامر لأستمعها في الصورة آه اتفضل أستاذ عامر مع حضرتك أستاذ عامر أهلا بحضرتك أنا من خارجة العوامر أستاذ عامر وبهنيك على الترنامج أهلا بكل ناسنا وإحنا وراك وإحنا دعمينك الله يخليك وإحنا وراك وإحنا دعمينك الله يخليك ده وسام على صدري والله والله يا فندم وإحنا وراك ويا رجل الشباب كلها جب بها حضرتك الزعامر ربنا خليك وربنا بركلف كل ناس يا رب ربنا خليك وآلف ملون شكر ربنا خليك اتفضل تحب توجه رسالة يا طيب للأسف الاتصال انقطع ونكمل كلامنا مع حضرتك مع حضرتك فبحب أوجه هنا من مكاني أنه أنا عايز حضرتك أن دور مركز الشباب لازم يكل لي دور توعوي بخصوص انتشار المخدرات دلوقتي والشباب كله الشباب النهاردة مش فاهم أن موضوع انتشار المخدرات ما بين الجيل بتاعه أساسا بيهدم البنية التحتية لقاعدة الشباب الموجودة في الدولة ده مخطط تمام من المخططات الموجودة النهاردة حضرتك أن الدولة تمام أعمدها كله على الشباب فهيما أنا النهاردة أتجى للشباب بموضوع المخدرات وأشغل كل الزهن بتاعهم يبقى كل شغلهم بالمخدرات أنا حضرتك النهاردة كل البنية التحتية اللي في البلد أنا دمرتها فهنا النهاردة من مكاني أنا عايز أهتم بموضوع ومراكز الشباب هرجع حضرتك الحقيقة كريمة عملنا فريق عمل تمام الفريق عمل الموجود بتاعي وأنا هنا برضو بحب أشكر كل فريق العمل اللي تعب معنا الفترة اللي فاتت كلهم بدون ذكر أسماء عشان ما ننساش حد فيهم هم كلهم يشكروا كتير الحمد لله يا رب العالمين يا ريت لو كان في صورة في الكنترول نشوف تمام الفريق الشباب بتاعنا في الموضوعات فيه فيديو معنا حضرتك الكيتة وعاوي بتقوم فيه بجهد تطوى يا ريت نشوف الفيديو ده طيب قبل ما يجهزوا الفيديو ممكن حضرتك تكمل كلامنا عن المفادرة أكمل حضرتك كونا الفريق بتاعنا واتجهنا تمام بالتعاون مع الإدارة المحلية المحلية الوقت المجلس قرب أبو شوشة الأستاذ محمد ربنا يبارك فيه من قيادات الشابة بجد اللي احنا مبسوطين منها عملنا حصر المنازل اللي عايز إقاعدة تأهيل شوفنا شبكة المية المتهالكة تمام الموجودة في بلادنا في أبو شوشة وفي حوالينا في العوامر في بنبازة في كل البلاد اللي حوالينا اللي في مركز أبو تيشت لفينا في الشوارع شوفنا إيه متطلبات البلاد اللي احنا رحنا لها عملنا داتا كاملة الحمد لله رب العالمين في الموضوع ده كله طيب الفيديو على الهوى معانا دلوقتي يعني أنا شايفة حضرتك بنفسك نازل تشوف الناس وتشوف محتاجين إيه ممكن تحكي لنا ده بالتفسير الفيديو ده كان خاصة في مبادرة محاربة كورونا محاربة كورونا حضرتك احنا كنا عاملين نقاط صحية على مداخل البلاد بنعقمهم وبنوزع لهم كمامات لا تبع مبادرة حياة كريمة ولا تبع دي مبادرة تانية خالص دي مبادرة تانية خالص كنا ننظمها دي محاربة كورونا دي محاربة كورونا دي أحد فرق العمل بتاعي طيب والله كويس يعني معقولة وصلنا في الصعيد للدرجة الكبيرة دي من التوعية نقاط صحية تمام على كل مداخل البلاد بنوزع كمامات مجانا بنعمل تعقيم بنعمل حمل التوعية والحمد لله رب العالمين في موضوع كورونا قدرنا نوفر أنابيب الأكسجين وقدرنا نوفر بعض العلاج للحالات اللي ما كانتش مختادرة وأحب أشكر حبيبي وزميل وصديق الدكتور أحمد عبد المعز والدكتور أيمن البتشتي والبشمهندس اسماعيل السمان وكل الناس دي اللي كانت الجمعية في أبو تشتي الموجودة تمام عشان تحارب موضوع كورونا أنا بتوجه لهم بالشكر وبتوجه لكل شباب أبو تشتي من مكاني لأنه هو بجد أثبت اليومين اللي فاتوا أنه هو الجندي الجندي الموجود تمام اللي بيحارب من أجل رفعة مركز أبو تشتي ومن أجل ناسه يا فندي طيب تمام أنا يعني أنا بقول أن الصعيد دلوقتي كان مقارنة بالصعيد قديما هناك الصورة تعتبر صورة فيه فرق كبير جدا طبعا كبير بس أنا أكيد لسه الصعيد محتاج شغل أكيد فيه عدد كبير جدا من الفئات المهمشة لكن من خلال مبادرة حياة كريمة تم الاستماع لهذه الفئات المهمشة وتم الاهتمام بيهم أنا عاوزة حضرتك توجه رسالة للقيادات اللي موجودة بالدولة وأنا شايف أن الدولة بزلت مجهود كبير جدا جدا يشكره عليه بس أكيد الصعيد محتاج فأنت أكيد لما أنت تتكلم لأن أنت من الصعيد فلما تقول المشكلة بالضبط أكيد هننسلط الضوء عليها هو حضرتك يعني إحنا يعني وضحت أن أنا منكرش جهد القيادات السياسية جهد ضخم اليومين اللي فاته من أجل تنمية الصعيد بس حضرتك كان فيه بعض يعني بعض المتطلبات التانية يعني إحنا الحمد لله رب العالمين صبرنا كتير وعايزين ربنا يعود صبرنا وربنا يبرك لنا يا رب في أبونا كلنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القيادات التنفيذية أن إحنا عايزين يعني على كد ما إحنا صبرنا الفترة اللي فاتت على كد ما يعود صبرنا كده بحاجة تجبر خطرنا وكل أهالينا إن شاء الله كده يمكن هو الرئيس في كلمته الأخيرة دايماً بيؤكد على تطوير كل الكرة المصرية وكان كلمته المشهورة إحنا هنخش القرية مش هنطلع مينة إلا لما أكون خلصت خلاص بالفعل فأكيد طبعاً السعيد إن شاء الله الفترة اللي جاية وأنا شايف أنه فيه مشروعات قومية فممكن تقول لي إيه المشروعات القومية اللي اتعاملت في قرية حضرتك في المرحلة الأخيرة هو في قرية حضرتك وبرضو غير قرية حضرتك يعني إحنا في النطاق الوسط المعيش اللي إحنا عايشين فيه في حضرتك فيه كوبري اللي هتعامل كوبري أبو شوشو على الخط السريع اللي هو بالخصوص في قرية نجع النجار وفيه كوبري تاني في أبو تشت اللي هو كوبري كوم عقوب وحضرتك تم إعادة وتجديد الكثير من مكاتب البريد تم إضافة بعض المباني في المدارس طبعاً عشان زيادة السكان يا فندم فالمدارس يعني من فترة كده ما أصبحش تستوعب الزيادة السكانية فهم بالفعل تمام فيه مدارس جالها إزالة وفيه مدارس تزود لها أجنحة وفيه وحدات شؤون اجتماعية إن شاء الله رب العالمين هتتعمل طبعاً واضح إن فيه يعني شعبيت حضرتك في الصعيد جمدة جداً فيه عندنا اتصال هاتفي تاني طيب ألو السلام عليكم عليكم السلام ممكن نتواصل مع أستاذ عامر لو سمحتك طبعاً أستاذ عامر مع حضرتك على الهوى يا مرحب يا أستاذ عامر وفي طراحة بنشكر جهودك العظيمة ومش عارف يعني ربنا يكسر من أمثالك ربنا يخليك يا فندم ربنا يخليك يا رب الله يبارك فيك مع حضرتك فرغيلة بالفضل يا أستاذ عامر أهلاً أهلاً خالنا العزيز ربنا يخليك حق ربنا يبارك فيك يا رب الله يبارك فيك وربنا إن شاء الله يجعلها في ميزان حزناتك وعايزين برضو جهود أكثر من كده القريد أبو تشت يا أستاذ عامر لكل المركز كل مركز أبو تشت كل أهلنا وناسنا إن شاء الله يا حاجة بمشيط الله إن شاء الله ربنا بركننا فيكم بركننا في سياسة الرئيس واستاذ المحافظة السيد المحافظة وجميع المسؤولين إن شاء الله بفضل دعوتك ودعمك يا حاجة إن شاء الله الله يبارك فيك يا فندم ربنا يطلنا في عمرك إن شاء الله شكراً وتقدم مستمر إن شاء الله شكراً لحضرتك يا حاجة شكراً ربنا يخليك تمام نرجع لكلامنا طيب بالنسبة لمجهودكم في الصعيد حضرتك ايه الجهود المستقبلية او ايه المشروعات المستقبلية اللي انتوا ان شاء الله نويين تعملوها وبتحققوها من دلوقتي على ارض الواقع هو حضرتك يعني بالنسبة المركزي كمركز ابو تشت كنا نأمل حضرتك ان احنا بس يتعمل لنا مصنع او مصنعين كده لان احنا الحمد لله رب العالمين مركز ابو تشت يتمتع بمساحة كبيرة جدا من الظاهر الصحراوي عايزين نستغلها لان احنا عندنا تمام يعني عدد بطالة كبير عايزين نشغل اخواتنا تمام في الموضوع ده مصانع تستوعب العمالة اللي عندي طيب انطلاقا من كلام حضرتك هل في تواصل بينكم وبين اعضاء مجلس الشعب في هذه المنطقة ان يتم فعلا تبليغ مشاكلكم يا ولا بيبقى فعلا في صعوبة لا والله حضرتك يعني في تواصل تمام ونأمل فيهم خير ان شاء الله رب العالمين ربنا يعينهم وبرضو كل اللي قد رأول حضرتك ان يعني فخامة الرئيس شال من على عطقهم مجهود كبير جدا 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 في مبادرة حقيقة كريمة يعني نهارده كان عدو مجلس الشعب قلت رحضرتك ان دوره تشريعي رقابي ده اساس دوره لكن طبعا لازم كان بينزل الشارع وبشوف ايه اللي عايزه محاولات كهرباء القرية دي عايزة ايه المسجد ده عايز ايه الوحدة الصحية عايزة ايه كلام ده كله فحضرتك انا يما الكلام ده كله يتشلمن على عطقه تمام وتستحمله الدولة ده مجهود كبير جدا وفوقت كمان بسيط جيء قياسي وفوقت بسيط يعني الخطة الزمنية المفروض لانتهاء المشاريع التنفيذين عندنا في البلد يعني ان شاء الله رب العالمين 2023 زي ما وعدنا في خمط الرئيس ان ان شاء الله رب العالمين كده 2023 يكون كده كل الحاجات دي ان شاء الله رب العالمين بشارات ان فعلا ان الصعيد بيتغير خاصة ان الصعيد انا شايفانه في درر كتير جدا من الشباب على مختلف المجالات يعني ان شاء الله كده بفضل شبابه يا رب ان شاء الله طب انا لو عاوز حضرتك توجه رسالة دلوقتي تتكلم فيها عن الشباب اللي موجود في الصعيد واللي بيسافر برا وبيهاجر برا لانه مش لاقي فرصته جوه فانت حضرتك ايه بحيث ان نربط شبابنا بصعيد مصر هو حضرتك عشان احنا نربط الشباب بصعيد يبقى لازم نوفره فرص عمل فرص العمل تمام يبقى احنا عايزين في نطاق الحيز العمرين بتاعنا في نطاق مركزنا في نطاق محافظتنا بالمعنى الاشمل يكون في مصانع يكون في مصالح تستوعب عندي الشباب اللي هو بدل ما يسافر يبقى جانب ولاده وجانب عياله انت حضرتك عارف ان النهاردة الغربة يعني كل حاجة لها ضريبة فحضرتك النهاردة الشاب بيطلع عشان يكون مستقبله وعشان يبني أسرة ويأسسها ويدوبك ياخد فترة صغيرة في البلد ويطلع تاني عشان يشوف للحياة المستقبلية بتاعته انا النهاردة انا عايز اخويا وعايز ابن عمي وعايز جيراني عايزهم كلهم جنبي يبقى النهاردة انا عايز مصانع عايز حاجات تستوعب الطاقة الانتجية حضرتك انت عارفة ان المجتمع الصايري بتاعنا هو مجتمع زراعي عايز بقى عامله ايه زراعي صناعي يعني تمام احنا زراعي الحمد لله رب العالمين ربنا كريمنا في موضوع الزراعة وبرضو عايزين اكتر فيه نستصلح انا عايز الشباب يطلع المساحات احنا مصر كلها عايش على سبعة ونصف في المية من مساحتها والباقي كله وما فيش حاجة مستغلة عايزين حضرتك نستغل المساحات الصحراوية في المصانع في الزراعة في كل حاجة عشان اقدر النهاردة اخليه جنبي واستفيد بيه بلدي لان انا كل مجهود الشباب كده في برا انا عايز مجهود كل شباب بلدي لشباب بلدي موجودين ليهم هما ولولادهم يبنوا واسسوا لولادهم الفندن مش لحد تاني للأسف وقت برنامجنا انتهى لكن طبعا للحديث بقية وعشان نتكلم عن صعيد مصر احنا محتاجين ميت حلقة وحلقة وان شاء الله ان شاء الله يعني بس يمكن انا برضو مصممة على ان حضرتك كنموذج ناجح للشباب فانا عايزك توجه في جملة مختصرة كده رسالة لشباب مصر بشكل عام انا حضرتك هوجه رسالة لشباب مصر وبالاخص رسالة لشباب بلدي وولاد بلدي بقول لهم يا ريت نستغل الظروف اللي احنا فيها ونستغل المبادرات اللي ربنا اكرمنا بها لان الموضوع ده مش هيتكرر تاني وفرصة مش هتتكرر وحضرتك يعني يا ريت كل الشباب في كل البلاد نتكتف مع بعض ونعمل لجان ونساعد تمام كل الناس اللي معنية بخصوص المبادرات اللي موجودين فيها وحياة كريمة وبتمنى من فخامة الرئيس ان يفتح لنا المجال اكتر اكتر ويتمنى ينمي الصناعة في مركزنا عشان يقدر يستوعب كل الشباب وكل الطاقات اللي موجودة عندي وبطلب طلب من وزير التنمية المحلية السيدة الواء محمود شعراوي بتعجيل الحيز العمراني للقرى اللي موجودة عندي ويكون معتمد بظل التوسعات العمرانية وزيادة النسبات اللي موجودة عندي يعني عايزين حيز عمراني يستوعب بقى الكم الزيادة اللي موجودة في البلاد انا سعيدة جدا بيك نموذج ناجح لابناء الصعيد وتشب قيادي لنشاط حزبي وان شاء الله للحديث بقية ووصلنا لنهاية حلقتنا والشباب هو قوة مصر هو امل مصر هو مستقبل مصر تابعونا في حلقات جديدة كنتم مع دكتورة رش عبداللصيف شكرا لكم اشتركوا في القناة